خلافة عراقية ظهرت إلى العلن بعد دعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد عشرة أشهر فالأمر شكل مفاجأة للكتل والأحزاب السياسية إلى جانب أن الكاظمي طالب بأن تكون الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة السقف الزمن الذي حدده السيد الرئيس الوزراء السادس من يونيو القادم مناسب نسبيا على افتراض الاستعدادات اللوجستية والتعظيرية لمفوضية الانتخابات من ناحية وللبرلمان العراقي في تشريعه قانون الانتخابات ردود الأفعال تباينت حول تحديد موعد الانتخابات المبكرة خصوصا من قبل رئيس البرلمان وبين من يرى أن هناك عدة عقبات ستضعها الأحزاب السياسية لمنع إجراء تلك الانتخابات سوف تكون هناك العديد من الأحزاب ظاهرا أنها مع الانتخابات المبكرة ولكنها تعمل خلف الكواليس على منع هذه الانتخابات وحتى بعد عام 2022 وعلى الطرف الآخر قد يتجه الكاظم إلى الاستدامة مع البرلمان ومكوناته خاصة بما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات وإقراره يرى البعض أن إجراء الانتخابات المبكرة هي الحل الأمثل لخروج العراقي من الأزمات السياسية والأمنية لكن من وجهة نظر أخرى فإن هذا الأمر قد يولد حالة من السجال ما بين الحكومة والبرلمان قد ينعكس على الوضع ككل من العاصمة العراقية بغداد محمد فاضل ألغات